الخبر يقول أن الوزير السابق ليسلمور بات رئيس الانتربول العالمي لكنه ليس خبرا دقيقا الوزير المور بات أول رئيس لمؤسسة الانتربول وهي مؤسسة تدعم منظمة الانتربول وقد أنشئت خلال مؤتمر عقدته المنظمة في كولومبيا قبل يومين ومن مهامها إدارة الصندوق المالي الذي يتجمع للانتربول من القطاع الخاص لكن إذا بحثنا عن إليس المور لاختيار اللقب الأكثر رسوخا في ذاكرة اللبنانيين سيكون الشهيد الحي يتذكره اللبنانيون في ثلاث محطات أكثر من غيرها انتلاقته في وزارة الداخلية حين قرر مكافحة من سماهم عباد الشيطان في العام 2000 فكشف عن 11 حالة انتحار وأوقف العشرات من الشبان والشابات وفي 2003 حين اقتحم مسلح مزنر بالديناميت مصرفا في بيروت وبعد ساعة تقريبا وصل الوزير المر ودخل المصرف رغم اعتراض مرافقيه والمواطنين ليخرج بعد عشر دقائق مع المسلح الذي استسلم لقاء السماح له بإعلان التعاطف مع الشعب العراقي يتذكره اللبنانيون أيضا في 2005 حين نجى ظهر 12 تموز من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في انطلياس شمال بيروت ضمن مسلسل الاغتيالات الطويل الذي ما زال مستمرا إلى اليوم هو وزير اشكالي منذ بدايته كان دائما في موقع غامض لا 8 ولا 14 اذار رغم كونه الوحيد المحير الذي تعرض لمحاولة اغتيال ضمن مسلسل الموت الشهيد الحي سيشرف من اليوم وحتى 7 سنوات على جعل العالم اكثر امانا هو الذي كان وزيرا للدفاع والداخلية والخارجية بالوكالة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء التعليق الاكثر تعبيرا عن سودوية الرادارات اللبنانية والبؤس الذي يعيشه اللبنانيون كان هل سيكون اليسلمور مسؤولا عن جلب المتهمين بمسلسل الاغتيالات الذي طاله وأبرزهم المتهمين الخمسة من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري